أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدولي أن الحكومة جادة في استكمال وطيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملكة للدولة هذا وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم الكامل للهيئة في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرة النظام المالي غير المصرفية كأحد الأعمدة الرئيسة المكونة للاقتصاد القومية بما يوفره ويقدمه من حلول تمولية واستثمارية وتأمينية مبتكرة ومتنوعة